موسيقى وزير العد الأمريكي يتخلف عن المشاركة في جلسة مساءلة في مجلس النواب بشأن تقليل مولر وابلوسي تتهمه بارتكاب جريمة الكذب على الكونغرس ترامب يطلب إنهاء القمع الوحشي في فنزولا بوايدو يدعو أنصره إلى مواصلة الإضراب ومادورو يأمر الجيش بمحاربة كل الإنقلابيين قرار واشنطن وقف العفاءات لثماني دول باستراد نفط طهران يدخل حيز التنفيذ وواشنطن تتوعد من يخلق العقوبات بعقوبات أشد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش الثامنة مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة تحليل ونقاش لأخبار أمريكا والعالم أهلا بكم قرار وزير العدل الأمريكي وليام بار بعدم المثول أمام لجنة القضائية في مجلس النواب أثار غضب الديمقراطيين وأدخل إدارة الرئيس دونالد ترامبو الحزب الديمقراطي المعارض في مواجهة غير مسبوقة جاء رفض بارح لحضور الجلسة بعدما أعلنت عنها ستحضر محامين للتحقيق معه والاستماع إلى تفسيره لكيفية تعامله مع تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي للانتخابات الرئاسية الأمريكية وفي وقت هدد الديمقراطيون بمحاسبة وزير العدل بتهمة الإزدراء اتهمته رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي بتضليل النواب وارتكاب جريمة الكذب على الكونغرس في إشارة إلى شهادة سابقة له تحت القصم زعم فيها أنه لا يعلم ما إذا كان مولر أيد تلخيص وزارة العدل لتقرير مولر وهو ما ضحضته رسالة المحقق الخاص مولر التي يبدي فيها امتعاضه من طاعات وزارة العدل مع تقريره هيمنت وقائع تقرير روبرت مولر على معظم الزمن الذي مضى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأرجح أنها ستهيمن أيضا على ما تبقى من هذه الولاية وزير العدل وليام بار رفض المثول أمام اللجنة القانونية في مجلس النواب لاستجوابه بشأن التقرير مع أنه مثل أمام مجلس الشيوخ وزارة العدل الأمريكية أكدت أن الوزير رفض المثول لأنه لا يريد الإجابة على أسئلة مستشارين قانونيين ليسوا أعضاء في المجلس كانت اللجنة قدعتهم للمشاركة في استجوابه تأسيسا على هذه الواقعة اتهم البيت الأبيض رئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر بأنه ليس كفأ بما فيه الكفاية ليقوم بمهامه أعتقد أن ما نراه من تصرفات نادلر يوضح أنه غير مؤهل للقيادة إذا كان هو وأعضاء اللجنة غير قادرين على استجواب وزير العدل بأنفسهم فهذه لحظة مثيرة للشفقة في تاريخ رئيس اللجنة لقد فقدنا الثقة بنادلر منذ زمن طويل إنما يبدو الآن أنه فقد الثقة بنفسه وبقدرته على أداء واجباته إذا كان غير قادر وغير مؤهل لاستجواب وزير العدل فربما يجب أن يستقيل لكن نادلر من جهته لم يتأخر في إعادة إطلاق نيرانه متهما الرئيس الأمريكي بمحاولة تقويض عمل الكونغرس ونسف مبدأ فصل السلطات السيدات والسادة التحدي الذي نواجهه اليوم يتمثل في أن رئيس الولايات المتحدة يحاول يائسا جعل الكونغرس فرعا خاملا من فروع السلطة التنفيذية وعلى قدم المساواة مع فروعها الأخرى وإذا لم نقف مواجهته اليوم فنحن نجازف بفقدان القدرة على الوقوف في وجه أي رئيس في المستقبل إن مبدأ فصل السلطات ورفض النظام الديكتاتوري ونظامنا السياسي برمته بات اليوم على المحك الاتهامات المتبادلة بين الحزبين بدأت تأخذ منحا غير مألوف في محفوظات السياسة الأمريكية وتصايد اللهجة بين الجانبين يبدو في جانب منه غير مسبوق في حدته بل إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اتهمت وزير العدل بأنه ارتكب جريمة لقد كذب على الكونغرس كذب على الكونغرس إذا قام بذلك أي شخص آخر فسيعتبر ذلك جريمة لا أحد فوق القانون حتى رئيس الولايات المتحدة ووزير العدل هذه التصريحات الحادة من الجانبين تفصح أن الإنقسام السياسي بين الحزبين وصعوبة تعاونهما لتسيير أمور البلاد سيهيمن زمنا طويلا على المشهد السياسي قد يمتد إلى الشطر الأكبر من العقد المقبل وسنناقش تفاصيل هذا الموضوع مع مرسلنا علي الزبيدي هنا معي في ستوديو من العاصمة علي يبدو أن هناك لهجة تصعدية بين الديمقراطين في مجلس النواب ووزير العدل هل فعلا يمكن لوزير العدل أن يتغيب عن هذه الجلسة وبهذه الحال ماذا يمكن أن يقوم به مجلس النواب لكي يمثل وزير العدل أمامه أهلا بك جو اليوم الأمس تحدثنا في نفس التوقيت عن ماذا سيأتي أو ما هو الممكن وكانت تحليلات وكانت توقعات اليوم أصبحت التوقعات حقيقية واليومبار لم يحضر حتى أن بعض أعضاء مجلس النواب وضعوا دجاجة مكانه تمثيلا بأنه كان جبنة ولم يستطع أن يحضر ليتحدث الخطوات القادمة التي هدد بها جيري نادلر وأيضا لمح بها بجموعة من أعضاء اللجنة القضائية داخل مجلس النواب هي مسألة الاستدعاء ومسألة الاستدعاء هنا هي مسألة استدعاء قانوني مفروض سيفرض فيها على جيري نادلر أفوان على بار أن يحضر وأن يلقي بتصريحاته وشهادته أمام المجلس في حال رفض وهذا متوقع أيضا لأنه لدينا حالات كثيرة يعني لمجموعة من موظفي البيت الأبيض ومن الإدارة الأمريكية تم استدعاهم وأيضا مرت المدة التي كان يجب أن يحضروا فيها ولم يحضروا إلى الكونغرس تحديدا إلى مجلس النواب هدد أيضا مجلس النواب بأنهم سيطبقون قانون الإزدراء أو تهمة الإزدراء يوجهها ضد وزير العدل وهذه تهمة تعتبر جنحة بالقانون الأمريكي ويترتب عليها أنه يجب أن يحضر وإلا فإن هناك طبعا هذه ستذهب إلى المحكمة والمحكمة ستقرر الموضوع يأخذ وقتا طويل هو يبدو بأن الموضوع أيضا كما دائما نذكر نقطة أن هناك صراع سياسي يترجم إلى صراع داخل مجلس الشيوخ ومجلس النواب ويترجم أيضا لربما قد نصل ونتحدث يوم من الأيام على مرحلة تشريعية ومرحلة قانونية في جانب القضاء اللافت للنظر هو موقف البيت الأبيض هذا كان سؤال ما هو موقف الرئيس الأمريكي بشأن وزير العدل الرئيس ترامب حتى خلال اليوم كل التغريدات كان هناك إعادة لمشاركة التغريدات لم يغرد على حد علمي لم يغرد إلى الآن حول الموضوع بصورة مباشرة لكن هناك رسالة صدرت عن المستشار القانوني في البيت الأبيض قال فيها ولك أن تتخيل أن هذه الرسالة لم تأتي دون علم الرئيس دونالد ترامب قال فيها بأن الرئيس ومن حق الرئيس دونالد ترامب بأن يمنع أي أحد من إدارته بأن يحضر ويلقي بتصريحاته أو بشهادته أمام مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في تلميحات على أن مقام به بار يحصل على مباركة الرئيس دونالد ترامب والرئيس دونالد ترامب هنا يدعم وزير العدل النقطة أيضا المهمة بأن البعض يتحدث بأن بار اختار بأن يكون هذه تصريحات للديمقراطيين اختار بأن يكون محام للرئيس دونالد ترامب بدل أن يكون وزيرا للعدل وهذه نقطة ستدفعنا أيضا إلى عندما نتحدث عن موضوع المواجهة وعندما نتحدث عن موضوع أن يرفعوا دعوة على وليام بار من ينفذ هذه الدعوة هي وزارة العدل ووزير العدل هو كان هناك حديث عن استقالات هل هذا وارد برأيك؟ يعني حاليا الحديث كثير والتفاصيل فيه كثير لكن المتوقع والذي يمكن أن نراهن عليه جواب بأن هناك جلسة قادمة ستكون مع مولر مباشرة لأن مجلس النواب تحديدا لن يكتفي مجلس الشيوخ وتحديدا لينزي جرام رئيس اللجنة القضايا في مجلس الشيوخ قال الموضوع بالنسبة لموضوع انتهى ولا أريد أن نتحدث فيه طبعا هذا جانب الجمهوري الجانب الديمقراطي لديهم رواية أخرى شكرا علي أزوبيدي ننتقل الآن إلى واشنطن مع مديرة برنامج الطريق الثالث للأمن القومي المحامية ميكا أويانغ أستاذ أويانغ هذه مواجهة غير مسبوقة بين الديمقراطيين والرئيس الأمريكي تحديدا من خلال وزير العدل كيف ممكن أن تتطور الأمور الآن في الكونغرس؟ أعتقد أن ما ستراه هو أن الكونغرس يرفع قضية لجعل الوزير يأتي إلى الكونغرس فهو يتحمل التزاما بالظهور أمام ممثلي الشعب كي يشرح ما يدور هذا ليس خياريا بالنسبة لوزير العدل خاصة إذا تم استدعائه لم نرى أبدا الماء الجهاز التنفيذي يتصرف بهذه الطريقة ويرفض التعاون مع الكونغرس هذا شيء تاريخي ولكن تم وصف وزير العدل من قبل رئيسة مجلس نواب نانسي بلوسي بالكاذب هل سنشهد مواجهات؟ فكيف ممكن أن يستفيد الطرفان من هذا الموضوع السياسي؟ من الواضح أن العلاقة بين بار والكونغرس متوترة جدا وهناك الكثير من الاتهامات هنا وهناك أيضا من الواضح أن بار غير أمين بالنسبة لتوصيفه لتفاعله مع المدعي الخاص سيد مولر أو كيف يصف الخلاصة التي توصل إليها مولر لم يكن صادقا بالنسبة للأشياء التي أشرف عليها والكونغرس يجب أن يسمع مباشرة من الناس الذين قاموا بالعمل وليس من بار كوسيط ليس من وزير العدل كوسيط أستاذ أويانج نادلر قال من جهته بأن الرئيس الأمريكي يحاول تقويض عمل الكونغرس وينسف مبدأ فصل السلطات ماذا يعني بذلك؟ ينسف مبدأ فصل السلطات هو يعني أنه في الدستور الأمريكي الكونغرس ذكر في البند الأول كالجهاز الذي يضع القوانين ويدفع للحكومة كي تقوم بعملها ويجب أن يسمع من الجهاز التنفيذي الذي ينفذ المهام بشأن كيف تسير الأمور هذه التفاعلات يجب أن تكون صادقة وأمينة عندما يتوقف الرئيس عن الاستجابة إلى الكونغرس فإنه يتصرف كملك وطاغية وليس كرئيس للولايات المتحدة هل برأيك بأن الكونغرس لن يستطيع فرض أن يمثل وزير العدل أمامه وبالتالي ستذهب كل هذه القضايا إلى المحاكم وبالتالي ستأخذ وقتا طويلا جدا هذا الموضوع بالتأكيد سيصل إلى المحاكم والمحاكم لديها تاريخ طويل في الوقوف إلى جانب الكونغرس على حساب الرئيس ليس من الواضح ما إذا كانت المحكمة العليا ستستمر في إصدار أحكام بهذه الطريقة وهل ستدعم الرئيس ضد الكونغرس وعندها سيكون هناك قلق على مستقبل الديمقراطية الأمريكية لأن التصرف سيكون كدكتاتورية وليس كدولة ديمقراطية لكن البيت الأبيض ورئيس اللجنة الديمقراطية جاري نادلر قال بأنه ليس كفوءا بما فيه الكفاءة ليقوم بمهامه هل فقط لأن وزير العدل رفض أن يمثل أمام لجنة في مجلس نواب يكون وبالتالي ليس كفوءا ليقوم بعمله كوزير للعدل في الولايات المتحدة ليس هذا فقط التقرير الذي قدمه وزير العدل فيه 15% تم حجبه هناك عدد من الأشياء يطلب فيها الكونغرس معرفة الأشياء التي تم حجبها مولور مهمته كانت محدودة هو نظر على الانتخابات فقط وما بعدها ولم ينظر على النطاق العام لسوء سلوك هذه الإدارة ولا التعارض في المصالح من الناحية المالية الناس لديهم قلق أن منظمة ترامب ربما كانت تغسل الأموال هناك أسئلة عن كيفية حصولها على المال الكونغرس يريد النظر على كل هذه الأمور لهذا السبب نادلر وآخرين قالوا لا توجد معلومات كافية لتوجيه اتهامات ولكن يحتاجون للتحقيق ومعرفة كل المسائل ميكا أويانغ مديرة برنامج الطريق الثالث للأمن القومي شكرا جزيلا لوجودك معنا وبعض الفاصل المشاهدين تتابعون ترامب يطلب إنهاء القمع الوحشي في بنزولا جوايدو يدعو أنصره إلى مواصلة الإضراب وما دور يأمر الجيش بمحاربة كل الإنقلابيين نرحب بكم من جديد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اجتماعنا الأسبوع المقبل لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الروسي سيرجيلا فروف لبحث الأزمة في بنزولا من ناحية ثانية دعا رئيس دونالد ترامب إلى وقف القمع الوحشي في بنزولا مؤكدا وقوف الشعب الأمريكي إلى جانب الشعب الفنزولي أود أن أبدأ بالصلاة لأجل الشعب الفنزولي في نضاله الحق من أجل الحرية لا بد للقمع الوحشي للشعب الفنزولي أن ينتهي وأن ينتهي قريبا فالناس يعانون من الجوع ليس لديهم طعام ولا ماء رغم أن هذا البلد كان في يوم من الأيام من أغنى الدول على مستوى العالم لذا نتمنى لهم الخير وسنكون هناك إلى جانبهم للمساعدة دعا الرئيس الفنزولي المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو الجيش إلى محاربة من وصفهم بالانقلابيين وبالتوازي تعهد غويدو بموصلة الإضراب على أمل إنهاء حكم مادورو مدافع المياه وطلقات الغاز المسيل للدموع كانت في مواجهة المحتجين الذين استجابوا لدعوة زعيم المعارضة في فنزولا هوان غويدو للإضراب العام بهدف الإطاحة بالرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو غويدو الذي لم يحقق الزخم الذي يرجوه بعد للخروج بما وصفه أكبر مسيرة في تاريخ البلاد تعهد أمام الآلاف من أنصاره بمواكبة مبدأ التناوب على الإضراب لحين الوصول إلى الإضراب العام لكن ورغم مطالبته الجيش بتقديم الدعم له فلا تزال قيادة القوات المسلحة حتى الآن على ولائها لمادورو الذي نفى ما أشيع مؤخرا عن مساعيه للرحيل من فنزولا والذهاب إلى كوبا متواعدا من وصفهم بالانقلابيين من مناصر غويدو بالملاحقات الجزائية ومطالبا للجيش بالتحرك لإسكات الاحتجاجات دوليا فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على حكومة مادورو بعد أن أعلنت تأييدها الصريح لإعلان غويدو نفسه رئيسا بالوكالة لكن روسيا من جهتها نوهت إلى أن اتخاذ المزيد مما وصفته بالخطوات العدائية في فنزولا ستكون له عواقب واخمة غير أن واشنطن التي رفضت استبعاد التدخل العسكري أكدت أنها تفضل انتقالا سلميا للسلطة تلافيا لأي تصعيدات من شأنها تهديد الاستقرار داخل فنزولا التي باتت على شفير كارثة محققة للتعليق على هذا الموضوع معنا من واشنطن المحلل السياسي أدوارد جوسف أستاذ العلوم الدولية في جامعة جونز هوبكنز أستاذ جوسف لماذا برأيك جوايدو لم يحقق حتى الساعة الزخم الذي تريده كل الدول التي تعتبر أن مادورو غير شرعي السبب هو أنه من الصعب بالنسبة لجوايدو أن يحقق ما يطمح له لسببين أولا من ناحيته الناس منهكون لقد مروا عبر أزمة على امتداد سنة أضعفتهم وفي بعض الأحيان جوعتهم ورأوا فرصا للانتفاض وتخلص من القيادة التي أفلست البلاد وهذه المحاولات فشلت إذن هو يواجه الإنهاك وإلى حد ما عدم المبالاة وإلى حد ما الخوف من جانب داعمي أمامه تحدي فهو يحظى بدعم كبير ولكن الناس سائموا وأنهكوا في نفس الوقت هو يواجه قصما قويا ممثلا في السيد مادورو المدعوم من جانب روسيا وكوبا ودور الكوبيين مهم جدا فهم يحافظون على إشراف صارم على الجيش ويخلقون جوا من الخوف في أوساط العناصر العسكرية الذين يعرفون أنهم إذا انشقوا إلى جانب السيد جوايدو فهذا نهاية النظام الموقف هو أن السيد جوايدو أجرى محادثات مع كبار المسؤولين في حكومة مادورو كي ينقلبوا عليه ولكن الآن هناك جهود فشلت يوم الثلاثاء واليوم نحن في حالة عدم اليقين الولايات المتحدة فرضت عقوبات في وقت سابق على نظام مادورو ثم فرضت عقوبات أيضا على كوبا لأنها تدعم نظام مادورو برأيك هل هذه الخطوات فعالة خصوصا بأننا سمعنا يوم أمس تصريحات من قبل الإدارة الأمريكية تقول بأن التدخل العسكري أمر ممكن في حال لازم الأمر ماذا يعني ذلك وكيف ممكن أن تتجه الأمور دوليا من الواضح بالنسبة لي ما هي الاستراتيجية الأمريكية وهي بجملة واحدة الاستمرار في الضغط الضغط المالي على الحكومة ويريدون أيضا أن يكون هناك دعم لسيد جوايدو كي يحشد داعمه هناك الكثير من المحتجين الذين يدعمونه وهم يريدون أو واشنطن تريد أن تخلق جوا من الضغط النفسي على النظام يريدون الاستمرار في إمكانية التهديد العسكري الوشيق للسيد مادورو وزملائه في الحكومة ونعرف إلى حد ما هذا ناجح وفعال كيف نعرف هذا؟ لأن الحكومة لم تعتقل السيد جوايدو بعد المحاولة يوم الثلاثاء المحاولة محاولة الانتفاض ضد السيد مادورو في أي دولة أخرى في أي موقف أي شخص يدعو علانية للتمرد ويدعو القادة العسكريين لتأييده هذا الشخص سيعتقل بتهمة الخيانة وفي بعض الحالات سيعدم ولكن مع ذلك نرى السيد جوايدو لا يزال حرا وهو مستمر في الدعوة إلى الاحتجاج والإطاحة بالنظام وهذا يوحي لي بأن النظام في كراكس السيد مادورو يخشى من استفزاز الولايات المتحدة لو اعتقل السيد جوايدو أستاذ جوسف لخصت موضوع تعاطي الولايات المتحدة مع الأزمة في منزولا بأنه يجب الاستمرار بالضغط والمزيد من العقوبات لكن موقف روسيا كان واضحا هي قالت بأن اتخاذ المزيد من العقوبات العدائية استعملوا كلمة عدائية في منزولا ستكون له عواقب وخيمة كيف ممكن أن نشرح لذلك وكيف ممكن أن يؤثر ذلك على الولايات المتحدة بالطبع روسيا تلعب لعبة انتهازية في منزولا روسيا تود أن ترى السيد مادورو يبقى في السلطة وهم يعرفون أن هذا سيحبط الولايات المتحدة ويجعل القادة الدكتاتوريين الاشتراكيين في السلطة والأهم من هذا يمنع تغيير النظام وهذا شيء نعرف أن الرئيس بوتين يكرهه أكثر من أي شيء آخر تغيير النظام إذن بالطبع هذه هي مصالح روسيا في نفس الوقت نعرف أن روسيا بشكل عام لا تود أن ترى مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة وهذا يوحي بأن روسيا لا تزال حثرة وهي لن تمشي المشوار حتى نهايته فهي ستحاول منع الإطاحة بالسيد مادورو ولكن لو كان هناك تدخل عسكري أمريكي أنا لا أرى روسيا تخوض مواجهة مع أمريكا لحماية مادورو أو نظامه أستاذ العلوم الدولية في شامعة جونز هوبكنز أدوارد جوسف شكرا جزيلا لوجودك معنا جددت الولايات المتحدة تأكيد أن صفقة طائرات F-35 التي تعد الأحدث في العالم لن تبرم مع تركيا فعقبت منظومة صواريخ S-400 روسيا لا تزال عائقا أمام إتمام الصفقة وفي هذا الإطار نافى البنتاجون عزم واشنطن تسليم طائرات جديدة إلى تركيا في الوقت الراهن ليست مجرد مقاتلة عادية تقتنيها هذه الدولة أو تلك بل هي آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الصناعات الحربية إنها الطائرة الشبح F-35 المقاتلة الأحدث والأغلى في العالم التي تنتمي إلى الجيل الخامس الأحدث من سرب المقاتلات الأمريكية بشروعها في أول مهمة قتالية ضمن عمليات التحالف الدولي لمحاربة داعش انطلاقا من قاعدة أمريكية في الإمارات تصدرت المقاتلة المزودة بأحدث أنواع التكنولوجيا عنوين الأخبار هذه الأيام بيد أن F-35 لم تغب قط عن المشهد الإعلامي لكونها محور خلاف مستمر بين الولايات المتحدة وتركيا التي تسعى إلى شرائها وتقول الولايات المتحدة إن عزم تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية S-400 يهدد أمن المقاتلة الأمريكية لإمكانية تعلم الرادار الروسي رصد وتتبع المقاتلة مما يقلل قدرتها على تفادي الأسلحة الروسية تركيا التي تساهم في تصنيع أجزاء من هذه المقاتلات منها مكونات أجهزة الهبوط ترفض هذا الزعم وتقترح تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة المخاطر المحتملة ورغم هذا التوتر بين البلدين فإن مصادر تركيا تحدثت عن استمرار التنسيق بين أنقرة وواشنطن بشأن تسليم المقاتلات وكذلك تدريب الطيارين الأتراك في الولايات المتحدة المقاتلة الأمريكية F-35 حلقت في سماء الشرق الأوسط وشاركت لأول مرة في قصف مواقع داعش داخل العراق غارة جوية في محافظة كاركوك شمالي العراق بدأت بها مقاتلة الشبح F-35 الأمريكية أول مهمة قتلية بعد وصولها إلى قاعدة الضفر العسكرية في الإمارات وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان أن المقاتلتين نفذت الغارة التي استهدفت شبكة أنفاق محصنة لداعش ومخزن أسلحة في جبال حمرين الطائرة وهي أحادية المقعد والمحرك توفر خدمة هائلة في العمليات العسكرية من خلال الجمع بين قدرات التخفي المتقدمة وأحدث تقنيات الأسلحة وفق قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية الجنرال جوسف غاستيلا فإن من شأن هذا الطراز من المقاتلات إضافة نظام متطور للأسلحة إلى تراسانة الجيش الأمريكي وتتميز أيضا F-35 بأجهزة استشعار متطورة ما يمنحها ميزة حاسمة في المعارك وينظر إلى التكنولوجيا المتطورة للمقاتلة وأنظمة الاتصال المرنة على أنها أداء فعالة في العمليات القتالية والحرب غير النظامية دخول الطائرة التي تنتجها شركة لوكيد مارتن الأمريكية بمشاركة دول من حلف شمال التصيف الخدمة يأتي بعد اجتيازها مناورتين في الولايات المتحدة ضمن ما يعرف بمناورات العلم الأحمر المتحدث باسم البنتاجون لشؤون الشرق الأوسط إيريك باهون جدد في حديث خاص الحرة تأكيده أن وزارة الدفاع لا تزال على موقفها من رفض تسليم المقاتلات لتركيا طالما أنقرة ماضية في خطتها لشراء المنظومات الصاروخية الروسية أريد بداية أن أقول أن تركيا هي حليف مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية ونحن نتناقش منذ فترة طويلة حول مسألة F-35 ومنظومة S-400 ولكن لا يمكنني أن أتكلم تحديدا عن العملية التي أشرت إليها إلا أن مقاتلة F-35 هي من أكثر المقاتلات تطورا وهي جزء من مشروع كبير تشارك فيه ثمان دول وهناك دول أخرى تريد شراء هذه المقاتلة أيضا والأساس في هذه المسألة هو منظومة S-400 لأن هناك بعض نقاط الضعف التكنولوجية الناتجة عن تمكن ردارات أنظمة S-300 و S-400 من تتبع الطائرات F-35 فبالتالي تكون دولة مشاركة في البرنامج تصنع هذه الطائرة بخطر وذلك يؤثر على كل الدول التي تريد شراءها والدول المصنعة لها وهنا المشكلة مجددا ليس لدي تفاصيل حول هذه المهمة تحديدا ما أريد قوله إننا ندرس هذه المسألة وندرس أيضا الدفاع المشترك لكل حلفاء شمال الأطلسي وعمل الحلفاء أيضا في محاربة داعش نركز على الأمن على المدى الطويل وقدراتنا على المدى الطويل كما أشرتم أنتم لديهم أجهزة استشعار وتواصل متطورة للغاية وهنا لدينا مجهود متعدد الأطراف لنصل لأفضل مقاتلة تمكننا من اتمام المهمات والعمليات المختلفة وهو برنامج واسع والكثير من الدول استثمرت أموالا في هذا البرنامج والمشكلة مع تركيا لقد استمعنا إلى المسؤولين الأتراك الذين يقولون لو أن تركيا انسحبت من هذا البرنامج لن يتمكن من الاستمرار نظرنا في هذا السيناريو ورأينا أن انسحاب تركيا قد يؤدي إلى بعض المشاكل ولكن من دون شك سيتمكن البرنامج من تخطي خروج تركيا منه ونحن نبحث أيضا عن تصنيع الأجهزة التي تنتجها تركيا الآن لنقلها إلى دول أخرى في حال انسحابها نحن الآن نركز على حلف شمال الأطلسي والأنظمة التي تعمل ضمن منظمة الحلف ولا نركز على المملكة العربية السعودية وما أعرفه هو أن تركيا لن تحصل على استثناء من هذه الشروط هذا هو تركيزنا الآن لا يمكنني أن أجزم على المدى الطويل لا أعرف من الذي سيحصل بعد خمس أو عشر سنوات ولكن الجواب الآن هو لا نحن قلقون وما يقلقنا هو أن روسيا تحاول أن تستفيد من تقنية أف خمس وثلاثين ومنظومة أس أربعمائة منظمة هدفها إسقاط مقاتلات أف خمس وثلاثين والقضاء على كل الدفاعات التي توجد في هذه الطائرة هدف تركيا هو أن تهزم القدرات الدفاعية الجوية لحلف شمال الأطلسي وبالتالي أن نضع المنظمتين سويا هو أمر غير منطقي وليس هناك ما يبرره لذلك نحن قلقون ونحن نركز على هذه الناحية مجددا هذه الأنظمة قد تكون نظام الباتريوت ولكن نظام يمكنه أن يتجانس مع كل هذه المنظمات ضمن حلف شمال الأطلسي نحن نتكلم مع تركيا نحاول وجد حل وأن نكون واضحين ونشير إلى جدية الخطر مجددا لدينا ثماني شركاء ودول أخرى تريد أن تشتريه عبر المبيعات العسكرية الخارجية وهناك دول أخرى أعربت عن اهتمامها بالبرنامج ونحن نريد الحفاظ على السرية في إطار هذا البرنامج وعلى مصالح هذه الدول التي لن أسميها ولكن هناك مشاريع للشركاء موجودة على موقع البرنامج أف خمسة وثلاثين دول كثيرة عبر العالم تركز على هذه الطائرة المتطورة للغاية وهي قد تكون حلا تحل محل طائرات السابقة التي كانت تقوم بمهمات لا تعتبر ملائمة اليوم وأف خمسة وثلاثون طائرة قابلة للتكيف محاجات الدول المختلفة وهي طائرة من أجل المستقبل وبالتالي لا يمكننا أن نقدم هنا تسويات أن نوفر لتركيا معلومات حول هذه التكنولوجيا أو معلومات تسمح لها بالقضاء أو إسقاط هذه الطائرة فإن ذلك سيؤثر على مستقبل البرنامج ونحن نريد أن نؤمن مستقبل هذا البرنامج نرحب بكم من جديد انتهت الإعفاءات الموقتة التي منحتها الولايات المتحدة لثماني دول باستراد نفط طهران في إطار العقوبات التي فرضت على طهران لتصفير النفط الإيراني وحذرت الإدارة الأمريكية من أن عدم الالتزام بالعقوبات سيعرض من يخرقها لعقوبات أشد يترنح الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات الأمريكية التي اتبعت سياسة تصفير تصدير النفط عمود الدخل القومي للبلاد ومنذ أكتوبر الماضي توقفت عشرون دولة عن استيراد النفط الإيراني مكبدة هذا القطاع خسائر تجاوزت مليارين وخمسمائة مليون دولار وبعد تجديد الولايات المتحدة عقوباتها على النظام الإيراني في أبريل الماضي بوضع حد للاستثناءات الممنوحة لثماني دول تستورد النفط الإيراني وهي الصين والهند واليونان وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا وتايوان فقد أصابت الخطوة الأمريكية قطاع النفط الإيراني بالشلم وانعكس ذلك على أداء السوق المالي في البلاد ومستوى التضخم المتفاقم أصلا ما وضع ضغطا غير مسبوق على النظام ومؤسساته لم يقتصر تأثير العقوبات الأمريكية على طهران وحدها وإنما طالت سوق النفط العالمية أيضا فأسعار النفط في مرمى تقلبات متوقعة في حال حدوث نقص مفاجئ في العرض وهو ما تخشاه منظمة الدول مصدرا للنفط أوبيك التي أخذت على عاتقها السعي لتفادي أزمة طاقة عالمية محتملة بحسب أمينها العام محمد باركيندو الذي أقر بوجود مشاكل كبيرة لدى عدد من عضائها تمثل تحديا يواجه وحدة المنظمة أيضا ورغم عدم إفصاح أوبيك عن قططها لموازنة سوق النفط العالمي لكن انتقادات ساقتها قطر لسياسة منع تصدير إيران للنفط معتبرة إياها عقوبات أحادية الجانب وأنها ستؤثر سلبا على الدول المعتمدة على النفط الإيراني كما انتقد وزير النفط الإيراني ما سماه عدم تضامن أعضاء المنظمة متهما بعضهم بإحداث قسامات داخل التكتل ومستنكرا أيضا تصريحات مسؤولين عرقيين وسعوديين بشأن قدرة بلديهما على زيادة الإنتاج وتعويض نقص محتمل للعرض الإيراني مع بدء مرحلة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران مطلع الشهر الجاري لم يعد بإمكان تهران تصدير أي من منتجاتها النفطية ما يعني مزيدا من انعدام استقرار الاقتصاد في بلد يعاني اضطرابا شديدا لقيمة العملة الإيرانية وهي الريال وقبل العقوبات الأمريكية المتعاقبة والمتشددة كانت إيران واحدة من أكبر خمسة مصدرين في منظمة أوبك إذ كانت تصدر ما يقارب أربعة ملايين برميل يوميا ففي إبريل من عام 2018 وهو الشهر السابق لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران كانت شحنات الخام الإيرانية لا تقل عن مليونين وسبعمائة ألف برميل يوميا ثم في نوفمبر من العام الماضي أو من العام نفسه أي عام 2018 أعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران وعلى كل الدول التي لا تحترم العقوبات الأمريكية باستثناء ثماني دول معفاة لتتقلس بذلك صادرات النفط الإيرانية أي مصدر الإيرادات الرئيس للبلاد إلى النصف تقريبا ومع تحول زبائن إيران تدريجيا إلى دول نفطية بديلة واصل تراجع صادرات النفط الإيرانية ليصل إلى نحو مليون برميل يوميا في مارس الماضي وفي الشهر الماضي كان متوسط الشحنة أقل من مليون برميل يوميا فيما كانت الأنظار متجهة إلى واشنطن لمعرفة شكل العقوبات الجديدة المشددة وبالفعل كانت العقوبات الأمريكية قاسية جدا إذ قضت بدء من مطلع الشهر الجاري بإنهاء جميع أعفاءات استيراد النفط الإيراني في خطوة تهدف إلى قطع شريان الحياة المالية الإيراني بدرجة كبيرة إن لم يكن كليا وتقول الإدارة الأمريكية أن عقوباتها تهدف إلى كبح برنامج إيران النووي واختباراتها للصواريخ الباليستية ستدخلها في شؤون وتدخلها في شؤون دول المنطقة بما في ذلك الصراعات الدائرة في سوريا واليمن نرحب بكم من جديد شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل في البيت الأبيض لإحياء اليوم الوطني للصلاة بحضور ممثلين عن مختلف الديانات في الولايات المتحدة الخميس الأول من شهر مايو من كل عام يوم يحييه الأمريكيون على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم للصلاة من أجل الخير بسم الله الرحمن الرحيم يا إلهنا العظيم نتوجه إليك بالدعاء من أجل أمتنا في هذا الجمع لإحياء اليوم الوطني للصلاة نقر بوجودك ونحترم اسمك الجليل ونشكرك على بلد حر ووافر الخيرات تقليد يعود إلى عام 1952 عندما وقع الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومن إعلان نقره الكونغرس يخصص هذا اليوم للصلاة والدعاء أجواء روحانية جسدت قيم التسامح والتعايش بين مختلف الطوائف والعقائد تحت لواء الحريات الدينية التي يكفلها الدستور الأمريكي بلدنا مميز ونحن ننجز أشياء تجعله أفضل مما هو عليه لا سيما للكنائس والمساجد وبقية دور العبادة نصلي مع معتنقي الديانات من أجل أن يستمد بلدنا قوته على الدوام من خير وكرم ومجد الرب الأبدي أجواء خيم عليها أيضا القلق والتساؤل حول مصير تلك الحريات في أعقاب هجمات بدوافع الكراهية الدينية استهدفت دور العبادة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم تعددت الديانات وتوحدت الأدعية والصلوات من أجل عالم خال من العنف والكراهية في زمن لم تعود فيه المعابد والمساجد والكنائس ملاذا آمنا للمصلين هيشان بورار الحرة البيت الأبيض شهدت مدينة سان دييغو الأمريكية مؤتمرا سنويا لتسليط الضوء على دور رجال الدين في مواجهة تصاعد حالات الانتحار في الولايات المتحدة والحد منها إذ تشير إحصاءات عام 2017 أن أكثر من مليون واربعمائة ألف شخص حاولوا الانتحار شهدت مدينة سان دييغو الأمريكية المؤتمر السنوية الثامنة لمواجهة تصاعد حالات الانتحار وتعزيز دور الشخصيات الدينية في توفير المساعدة لمعارضين الخطأ منتديات كهذه مهمة لدعم القادة الدينيين في المجتمع ومساعدتهم في تقديم المواضيع الصعبة كموضوع الانتحار في مجتمعاتهم وأيضا طرح السؤال الحساس وهو هل أنت مقبل على قتل نفسك؟ هل تحتاج إلى الدعم؟ كيف أستطيع مساعدتك؟ تصاعد حالات الانتحار في الولايات المتحدة بات مصدر قلق بالنسبة للمتخصصين حيث تظهر الإحصائيات الرسمية لعام 2017 أن وقوع أكثر من مليون وأربعمائة ألف محاولة انتحار ومائة وتسعة وعشرين حالة وفاة نتيجة الانتحار يوميا الموضوع مهم جدا ويجب التحدث فيه وعدم دفعه تحت سجادة أنا أعتقد بأن كل شخص تضرر أو تعرض للأمر يجب أن يكون له مجال للحديث عن الأمر لكي نستطيع القضاء على المشكلة وأنا جعلت من أهدافي أن لا نسمح لأحد بالموت انتحارا الحالات المرضية والنفسية بين الجالية العربية والمسلمة في أمريكا تواجه صعوبة طلب المساعدة نتيجة لأسباب اجتماعية نقلها المهاجرون معهم من بلدانهم الأصلية أفراد الجالية مفاتحتهم للأئمة ولغير أفراد الأسرة في موضوع محاولة الانتحار هو عبارة عن أمر صعب جدا تعرف ثقافتنا المشرقية ما تسمح للآباء والأمهات وأفراد العائلة أنهم يفاتحون أفراد خارج العائلة بمثل هذه الأمور لكن بدأنا نشوف في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع مستوى الوعي لدى الجالية أنهم بدأوا يأتون إلى الإمام ويطلبون نصائح من الإمام المختصون أكدوا أهمية معرفة علامات الإصابة بالأمراض النفسية وضرورة عرضهم على الأطباء النفسين والتعامل مع الحالات قبل فوات الأوان بينما يجتمع قادة الأديان المختلفة في الولايات لمحاولة إيقافة الارتفاع النسبي في حالات الانتحار يقف الجميع بصمت وحزن أمام عدد الوفيات جراء الانتحار العام الماضي والاتفاقد 47 ألف شخص من سان دييغو كالفورنيا ستيفن نبيل قناة الحظة أنهى المغامر الأمريكي الشاب ميكا ماير مغامرته التي استغرقت ثلاثة أعوام وعاد إلى حيث انطلق من العاصمة واشنطن اشتاز ميكا خلال الرحلة أكثر من ثلاثمائة ألف كيلومتر تنقل خلالها بين الحضائق والمنتزهات الوطنية في أرجاء الولايات المتحدة فلنتابع رحلتها ثلاث سنوات من السفر والتجوال قضاها مايكا ماير متنقلا بين المنتزهات الوطنية الأمريكية ومسجلا زيارة لأربعمائة وتسعة عشر حديقة ومنتزها وطنيا في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية من النصب التذكري في واشنطن بدأت الرحلة وتنوعت ما بين الحضائق العامة إلى الأودية والمروج فالمحيطات وسحات القتال في الحرب الأهلية وأراضي السكان الأصليين وغيرها من المواقع أخديد جريند كانيون الشهير في ولاية أريزونا وقمم مرتفعة صحراء تكساس والكهوف البطنية وعجائب الحجارة الصفراء الطبيعية والأراضي الوعرة في داكوتة الجنوبية إلى أعماق البحر الكاريبي مواقع سجل فيها المغامر الشاب تاريخ زيارة وطبعت في ذاكرته صورا مميزة رحلة قطع خلالها مايكا أكثر من ثلاثمائة ألف كيلومتر مستعينا بشاحنة صغيرة شكلت مأواه المتنقل رحلة أهداها إلى روح والده الملهم ما أخذته من هذه الرحلة هو أنه يمكنك التحديق في أجمل الأماكن التي تقدمها أمريكا وهي لا تعني حقا أي شيء إذا لم يكن هناك شخص تتشاركها معه عند أعلى درجة نصب لينكن التذكري في مسقط رأسه في العاصمة واشنطن أنهى مايكا مغامرة العمر الشيقة والمثيرة محتفظا منها بأجمل الذكريات مشاهدين كانت هذه أخبارنا من العاصمة لهذه ليلة نلقاكم على رأس الساعة مع نشرة الحرة الآن إلى اللقاء